طبعا هذا في حال إذا كان الشخص مذكر فأقول مثلا المذكر يقول أنا أردني أما أنا فأنا أنثى ماذا أقول؟ أقول أنا أردنيتن ماذا أضفت عندما قلت عن نفسي أنني أردنية أضفت التاء المربوطة هذه التاء المربوطة تستخدم للحديث أو للدلالة على المؤنث إذن هذا الذي يختلف فقط في تدريبنا لهذا اليوم إذن أردني أضيف يا النسب لوحدها إذا كان الشخص مذكر أما إذا كان الشخص مؤنث فإنني أضيف يا النسب والتاء المربوطة أيضا في مثال ذهب ذهبية مثلا أنا لدي هذه قطعة النقد قطعة الذهب هذه قطعة الذهب نعرف أن هذا المعدن هو معدن ذهب معدن الذهب عندما أقول مثلا أن هذا اللون أسألكم ما هذا اللون ستقول ليه ماذا ستقول لون ليه؟ ستقولون أنه لون ذهبي لماذا قلتم ذهبي؟ لأن لونه يشبه لون الذهب كأنني نسبت هذا اللون إلى لون الذهب إذن أنا نسبت هذا اللون إلى لون الذهب هذا ما تدل عليه النسبة تعيد الشيء إلى أصله أو تعيد الشخص إلى نسبه وأصله إذن ما يتحدث عنه تدريبنا لهذا اليوم هو الاسم المنسوب إذن نقول عن هذا الاسم يا اسم منسوب لماذا؟ لأننا أضفنا له يا النسبة المشددة لا ننسى أنها يجب أن تكون مشددة فعندما أقول فضاء فضاء ماذا ستصبح عندما نضيف لها يا النسب والتاء المربوطة؟ أحسنتم ستصبح فضائية ماذا ستصبح؟ فضائية طيب الآن أنا لدي اسم منسوب سأكتب أصل الكلمة سأحذف يا النسبة والتاء المربوطة ماذا سيبقى لدي؟ سيبقى لدي كلمة مساء أحسنتم هواء سأضيف لها يا النسبة والتاء المربوطة ستصبح هوائية دوائية سأحذف يا النسبة والتاء المربوطة ستصبح دواء هذا هو تدريب السادس لنكتب الكلمات وفقط نكتب هذا الشرح المبسط من المترجم من سيألتقط وفقط نتصبح دواء